أول حاجة كان في السؤال له طالب ميدي لك المسج يعني شكلها عامل كده في الفريقونسي دومين وبعد كده بيقول لك إن السيجنال دي سامبل بريت عبارة عن 1 كيلو هيرتز التكنيك اللي مستخدمه اللي هو فلات توب بولسز اللي هو سامبل أند هولد يعني كل بولس الأمبليتود يعني الأمبليتود بتاعها واحد والدوريشن بتايتها 0.1 ميليسيكند فعايزك تترمين وتسكتش الاسبيكترم بتاع الـ PEM سيجنال اشتركوا في القناة احنا كنا اخذين الـ PEM يعني الـ Equation بتايتها كانت لها سامبل أند هولد كانت عبارة عن سيجما من ناجد في انفينيتي لانفينيتي المسج عنده تايم سامبل دعنا مضروبة في اللي هي البولس دي اللي هي بتاقت تبقى متشفتها مشو كان فيه في المحاضرة برضو ازاي نوصل ان هي في الـ Frequency Domain ده Equivalent ان يكون انت عندك الـ M Delta of F مضروبة في الـ M Delta of F دي كانت عبارة عن سيجنال بس بالـ Ideal Sampling اللي هي لو نفتكر في الـ Frequency Domain قدت عبارة ان احنا عندنا سيجنال وعندنا فيرجنز متشفتة منها كل فيرجن مرفوع عن الـ Frequency بتاعت الـ Sampling اللي هي 1 كيلو سبعمية وهكذا فده المفروض ان هو شكل الـ M Delta of F بعد كده عايزين نجيب الـ H of F اللي هي الـ H of F دي في الـ Time Domain هي عبارة بيقولك ان هي عبارة عن Pulse Ampitude بتاعها 1 وDuration point 1 ms ماشي دي عبارة الـ Fourier Transform بتاعها عبارة عن ايه؟ ماشي دي عادي الـ Rectangle اللي احنا كل شيء كنا بناخده فهو الـ Transform بتاعه كان عبارة عن الـ Area اللي هي point 1 md مضروبة في SYNC point 1 md في F بس هنا الفرق ان هي مش عند الزيرو ففيه زي Shift كده الـ Shift ده كان في frequency domain ان انت هتضربه في E power negative G 10 سالب 4 اللي هي يعني نص المسافة دي فكان في هنا 2π فبندرف اللي هي نص 10 power negative 4 ماشي هو بعد كده طالب ايه بقى طالب كان عايز يعني يرسم اللي اتنين دول مضروبين في بعض احنا بس هنا كان عندنا جزء magnitude وجزء فيز فاحنا لو عايزين نرسم يعني نرسم المجنيتود بس بتاع الكلام ده فكأن انت الـ Exponential ده مش موجود والـ Sync بدلا ما هي كانت بتبقى Postive و Negative نيجاتف فهي هتبقى كأنها نيجاتف بس بورته هيتلع لفوق فمن الاخر SPM دي هي عبارة عن ضرب الـ 2 دولف بعض الـ Intersections دي هي بتحصل عند 0.1 ميلي يعني فالمفروض ان هي هتحصل لك عند 10 كيلو نيجاتف 10 كيلو وهكذا فبس الشكل النهائي بقى لحصل ضرب الـ 2 دولف بعض 10 كيلو والمثلسات اللي هي دي كانت أصلا يعني بذكرر كل 1 كيلو فلما هيتضربه هتلاقي ان انت كأن المثلس ده واخد جين مثلا شوية value sync ده attenuation شوية وهكذا يعني هي طبعا المثلسات ده مش رسمهم بالضبط يعني فيه كامل المثلس بقى في كل واحدة وكذا مش بالضبط وبس هو ده الشكل بس 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 exponential value shift وانت متشفت هنا انت مفروض center بتاعك عند 0 بقى center بتاعك عند نصف point 1 ميلي دي اللي هي 10 أستالب 4 فالشفت ده exponential بتاعته هيبقى بندرب في e power negative e power negative j to pi f value shift اللي معمولة عندك اللي هي عبارة عن نصف 10 أستالب 4 فالنصف هتطير للاثنين ده الصين نعم نعم في المسألة الثانية بيقولك عندك 24 voice signal مستخدم هم مستخدمين في time division multiplexing والsampling بيستخدم اللي هو flat top samples pulse point 1 microsecond duration وبيقولك في extra يعني extra signal علشان يعمل بها synchronization فكأن انت عندك 24 voice واحدة نقولن هي channel كمان زيادة للكنترول علشان يعمل موضوع synchronization يعني والكل voice signal منهم على اعلى frequency 3.4 كيلو هيرتز ماشي مطلوب يقول ان انت اعتبر ان انت بتسامبل برات 8 كيلو هيرتز وهنا اعلى من نايك ستريت يعني اعلى من ضع فعايزي اعرف ما بين البلسز اللي هم معملوهم يعني البلسز اللي ورا بعض دو مبدئيا هو كده قال ان كل 8 كيلو هيرتز بياخد سامبل يعني لو عندنا message واحدة مثلا عند zero هيجي عند واحدة على 8 كيلو هيرتز دي اللي هي 125 مايكرو هياخد السامبل بعد كده هو المسافة دي بدلا ما كان بس يعني هنا هيحط الداتا بتاعة اول يوزر وبعد كده بعد 125 مايكرو اليوزر الاولاني هيجي تاني فهو بقى عشان يعني الوقت ده كبير عايز يعمل time division multiplexing كمان هو بدلا ما ياخد هنا يوزر واحد ويرجع ياخد هنا يوزر واحد تاني والحتة دي تبقى فاضية عايز يحط كمان مع اليوزر ده يحط في الريجون دي 24 يوزر وكمان واحد يعني واحدة كنترول للويس فكأن المية 25 مايكرو ساكند دي احنا عايزين نقسمها على 25 يوزر فكأن كل يوزر محتاجة اخلي الداتا بتاعته تتقال في وقت عبارة عن 5 مايكرو ساكند ماشي اهو اصلا بيقول لك هان الداتا دي هتتحط ازاي ماشي 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 فالداتا بتاعته لما يبقى سامبل دي هنا هتتحط في حاجة عاملة كده واحد مايكرو ده اول يوزر بعد كده بعد الخمسة مايكرو دول ما يخلصوا هابدأ احط اليوزر التاني برضو في البروت دي واحد مايكرو بعد كده اليوزر التالت ماشي لحد مايحط ال 24 يوزر وحط ال control signal اللي هي الاخيرة دي ماشي فهو اصلا طالب ايه؟ كان طالب عايز ال spacing اللي موجود ما بين ال successful pulses اللي موجودة ماشي فهو في الاخر عايز ال spacing ده ماشي 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 مكنش راضي يكتب اصلا ماشي ماشي مكنش راضي يكتب اصلا هو كده ال spacing يعني ما بين ال two pulses هو عبارة عن ال 4 ميكرو ساكند ايه بعد كده في بي كان بيقول لك عد حساباتك تاني بس استخدم النوايك النوايك مايش هو نايك ستريت سامبلينج يعني الف اس هنا هتبقى عبارة عن ال 2 في 3.4 كيو هرتس دي فبدل ما هي TK 125 ستكون TS عبارة عن تقريبا 147 ميكروساكند فال 147 ميكروساكند ستتقسم الآخر على 25 فكأن كل يوزر هيبقى الوقت اللي هو هيتحط فيه بدل ما كان خمسة ميكرو بقى خمسة بقى ستة بوينت ستة بوينت ستة تمانية ميكروساكند ماشي فكده السبريشن في بارت ايه كان عبارة عن اربعة ميكروساكند فبارت بيه هو عبارة عن هاشيل باردو الواحد ميكرو دي فالسبريشن عندك خمسة بوينت ستة تمانية ميكروساكند في حد مش فاهم حاكم في المسألة دي موسيقى 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 فسينجل صايد بند معناه ان احنا هناخد صايد واحد بس من السيجنال فدي اللي هي عشرة كيلو وبعد كده ده اللي بيحصل فيه ان انا بحط اليوزرز على الفريقونسي جنب بعض فده يوزر واحد يوزر اتنين وهكذا يعني فهو عنده في الآخر كانوا كام اتناشر يوزر فكأن انت عندك اتناشر اتناشر في عشرة كيلو فكده البندويتس اللي احنا اني ام بندويتس اللي احنا محتاجينها المفروض ان هي مية وعشرين ماشي مية وعشرين كيلو هنس ماشي تاني واحد بيقولك الاثناشر الاثناشر سيجنال دول هيتعمل لهم تايم ديفيزين مالتبليكسنج باستخدام البي اي ام وبرضو احنا عايزين نجيب المينيوم بندويتس اللي انا هقدر اتحط فيه اناベش المهم فكده تاسجنال كل تاسجنال فيهم اعلى فريكوينسي ام 20 كيلو هيرتس عبارة اي اف سامبل انا هقدر استخدامها المينيوم عبارة عن عشرين كيلو هيرتس فالمفروض ان انا من الزيرو لتي اس عبارة عن واحد على مية وعشرين مية وعشرين كيلو يعني اللي هي تقريباً 50 مايكرو ساكند المفروض ان انا هحط الاثناشر يوزر دول هو بيقولك بحيث ان البندويتس اللي هتطلعها هي اقل بندويتس ممكن مايش هو احنا في الاخر كنا بنعمل كنا بنحط كل يوزر على يعني عشان نعمل PAM كنا بنحطه مثلاً في بريود معينة والبالس بتبقى جزء من البرود كده اخوة في الحقيقة انت انت كل ما بتكبر الدوريشن بتاعت البالس دي كل ما البندويتس بتاعتك هتقل والعكس ممكن ممكن تفهمها عن طريق ان احنا لو قللنا البندويتس بتاعتها جامد كأنك رحت للإيمبالس فالإيمبالس دي هو عبارة عن عن دي سي فهو عبارة عن بندويتس من نيجة في انفينيتي فعشان احقق من من بندويتس عايزة بدلاً ما خلي انه يبقى فيه جزء السيجنال بتاعتي هاي وجزء الو انا هخلي اللي هاي ده اكبر ما يمكن يعني فاللهو هخلي كل يوزر ياخد الوقت بتاعه كله فمش هسيب اي سبيسنج ما بين اليوزرز وانكس ماشي اه اه في فيه فيه ريليشن كده اعتقد ان هي مش مش مكادش في السلايدز يعني بس هي انتو مفروض تبقوا عارفينها يعني ان البندويتس ما بينه ما بين البيت ريت هو أن البندويتس عبارة على البيت ريت على الاثنين ماشي فإحنا لو عايزين نجيب البندويتس بتاع حاجة زي كده كده البيت عندي الديوريشن بتاعتها هي عبارة عن خمسين مايكرو سيكنت دي على الاثناشر فأنا بس هنجيب التسيبت كم ده خمسين على الاثناشر وبعد كده البيت ريت ده هو عبارة عن واحد على التي بي التي بتاعت البيت فالبندويتس بتاعتك هتعرف تجيبها يعني من الريليشنز دي هي هتطلع عبارة برضو عن مية وعشرين كيلو هرتز دي حد عنده مشكلة في الاثنين دول شو مهندسة هو انا اللي فات الدعين هضرب المية وعشرين دي في اتناشر عشان اجيب البندويتس كله ولا لا ده هو ده ده كان كله احنا كنا بنشوف البيت ريت يعني الديوريشن بتاع البيت الواحدة بكام فهو الهاية بتاعت يوزر واحد بس يعني فمنها هتجيب البيت ريت وبعد كده ده البندويتس التوتل يعني بتاع تماما هي هي يعني الاني وعشرين كيلو دي ما انت لو كنت يوزر واحد وأخدت الوقت كله كنت هتلاقي ان الباوس بتاعتك الديوريشن بتاعتها كبرت فتقدر مسلا تزغر البندويتس لو انت مسلا يعني ان عدد يوزرز اكتر زود لنا قال لنا الديوريشن فهو ان انا برضو حطيت يوزرز اكتر اهو في الاخر ترجم ان البندويتس زادت اهو اهو هنا بيقول لك عندك سبيتش سيجنل الديوريشن بتاعها عبارة عن عشرة سيكنز اهو وبعد كده السيجنل دي اسامبل دي اسامبل دي اسامبل دي تمانية كيلو هيرتس وبعد ما عانت لها سامبلنج هنعمل لها انكودينج اهو بعد كده هو جبن ان السيجنل تو نويز ريشيو عندك اربعين تي بيه عايز يعرف المانيمم استورج كبستي اللي انت محتاجها علشان تقدر تخزن الداتا اللي هتطلع لك من السيجنل دي ماشي هو كده هو بيقول لك ان هو كل تمانية كيلو هيرتس يعني كل تي اس لهاية مية خمسة وعاشين مايكرو انت بتاخد سامبل من السيجنل دي فكل تي اس ايكل مية خمسة وعاشين مايكرو ساكند بتطلع شوية داتا من السيجنل والتوتل تايم بتاع السيجنل هتطلع منها داتا عشان تسطرها هي عشرة ساكند فكأن انت عندك عدد السامبلز كده عبارة عن العشرة ساكند دي على مية خمسة وعشرين مايكرو ساكند فكده عدد السامبلز اللي هتطلعه هتلاقي ان هما تمانين الف سامبل يعني ماشي تاني حاجة هو بيقول لك كل سامبل لما بتطلع بيحصل لها يعني انت طلعت هنا ليبل معين الليبل ده هنمثله في كام هنمثله في عدد من البيتس يعني بحيث ان انت السيجنل تو نويز ريشيو بتاعتك احنا كنا عايزينها تبقى أربعين دي بي ماشي ففيه اللي هي المعروفة السيجنل تو نويز ريشيو عبارة عن ستة قار بلوس وون بوين سبين سكس دي بي يعني كل ما بنحط بت زيادة السيجنل تو نويز ريشيو بتاعتنا بتزيد ستة دي بي يعني فمن الريليشن دي هو الجيفن ان انت السيجنل تو نويز ريشيو باربعين دي بي فهنشوف الار اللي هتطلع هنا بكام الار يعني من الكالكوليشن هتطلع ستة بوينتا حاجة فاحنا هنعمل لها سيلنج فالار اللي احنا محتاجينها علشان نجيب سيجنل تو نويز ريشيو واربعين دي بي هنلاقي انها سبعة بت ماشي فكده كل سامبل بتطلع من السيجنل دي هنمستلها سبعة بت فاحنا كده عدد يعني عدد البيتس اللي معنا هقوم هاجينا بقى عدد السامبل مضروب في عدد كل سامبل كان بيت يعني فانت كده كأنك محتاج كباستي خمسمية وستين كيلو بيت عشان تخزن الداتة اللي طلع من السيجنل دي هدد عنده مشكلة في المسألة هو انا مش المفروض عدد السامبل زي بيبقى يعني هنا يبقى مجموع علي واحده وانعرف انه مش يفري عشان رقم كبير بس يعني سانح بشيج utiliz بقى erklären يعني هشتفرق بس يعني بس لو الرقم صغالها هتفرق يعني فسان selon الو الرقم مثلا خمسمية ميكروه او حاجه هتبرق يعني انت مثلا لو عندك واحد ملي وبتسامبلها بأربع أضعاف فكأنها يبقى عندك لأ أعتقد أنها يبقى عندك نفس العدد عادي. يعني لو قلنا مثلا واحد ملي مقسومة على المتين وخمسين ميكرو لو هنقول ان احنا ناخد سامبل كل ميتين وخمسين فأنت كده عندك سامبل عند زيل وعند الميتين وخمسين والخمسمائة والزيل وميتين وخمسين وسبعمائة وخمسين ما انت ممكن بعد كده تقول ان دي يعني دي طبعا اللي بعديهم عادي يعني مش يعني يعني انت كنت عايز تجمع واحدة زيادة اه او ماشي ماشي يعني ماشي ممكن نقولنا هي هتجمع عليها واي ما فيش مشكلة يعني مش هتصفر قوي بصراحة بس اي انا كنت هنا بس كنت اقول ان كأن الداتا دي يعني تو انفينيتي بس او يعني احنا احنا لو بصناها فعلا ان انت عندك بس واحد ميلي فانت كده في خمسة سامبلز هنا يعني ماشي هو هنا بيقول ان انت عندك يونيفورم كونتايزر هو القانون بتاع السيجنال تونونز ريشو ده ومفروض انه احنا نعرفه من نفسه يعني او اللي هو تشرح في المحاضرة او اللي هو تشرح في المحاضرة او انها مش هفتولش في المحاضرات بتاعت انا مش عرفت بتاعه في المحاضرة او لا لا بس يعني اه هو مفروض القانون الاصلي القانون الاصلي يعني ان انت تنلوك الباور بتاعت السيجنال بتاعتك مقسومة على الباور بتاعت النيز فالباور بتاعت النيز اللي هي كانت عبارة عن 12 دلتا سكويري ماشي والدلتا دي كانت عبارة عن ايه كانت عبارة عن الاتنين في الايه الماكسيمم باليو اللي عندك في السيجنال مقسومة على اه يعني الدلتا دي هي المينمم لبل فاحنا يعني سوري الدلتا دي هي اللي ستيب اللي بنمشي فيها واحنا كنا بناخد الانكتون كله وبنقسمه على عدد اللي هو pink وبعد كده الايكويشن اللي هي المعادلة دي طالعة من assuming إن السيجنال بتاعتنا هي عبارة عن سينوسويدل الأمبليتود بتاعتها واحد يعني أصلاً دي دي سبيشيال كيس مش القانون يعني قانون الأصلي هو الأصح يعني في كل الكيسز اللي هو ده هو بقى كسبيشيال كيس كان بيعملها على سينوسويدل إيمبوت الأمبليتود بتاعها بواحد فباور بتاعتها هي عبارة عن نص والأي ماكسيمم دي بواحد فأنت يعني بس هتعوض بالحاجات دي في الإكوائشن وساعتها يعني لو كملت هتلاقي أن أنت عندك كثير من كونستانت اللي هو هيطلع 1.76 بلس 6 أو يعني فهي جاية من هنا مش أكتر هي عملاً أعتقد المسألة اللي جاية كان فيها إن أنا أعمل الجزء ده أصلاً أنت تمعينه ولا؟ تمعينه مش ماندسة ماشي ماشي هو هنا كان بيقولك إن أنت عندك وميديك وميديك جيبن هي كده وبيقولك أسيوم إن وإحنا لما استخدمناها في المسألة اللي قبلها ما كانتش يعني ما كانتش صاين والأمبليتويد بتاعها بواحد هو ما كانتش آي آه يعني ما كانتش آي الحاجة أصلاً فإن أنا أصلاً أعمل حاجة جير كده يعني أنا ممكن أستخدمه في أي وقت عادي ولا لازم يقولي؟ بص يعني خلينا حل المسألة اللي جاية وهتشوف إنه هو أصلاً سبيشيال كيس والأصاح إن أنت لو عندك إنفورميشن على البار بتاع السيجنل إن أنت تروح للقانون الأصلي بس هي الريليشن دي أصلاً مشهورة لأن دايماً سيجنل نويز ريشيو يعني يعني الريليشن دي حتى كورسات الـ ADC والحاجات دي هي الريليشن معروفة يعني أي حد بيستخدمها في العيب بس يعني خلينا نحل المسألة دي وهتشوف إنه في عادي ممكن نستخدم حاجات تانية ماشي هو هنا بقى بيقول لك إن الـ input بتاعك اللي جاوسيان ديستريبيوشن وهو عبارة عن random variable ميديك إنه هو لي zero mean والvariance بتاعه بواحد يعني دي الـ data given عن الـ input وميديك إنه هو برضو ديه جاوسيان ديستريبيوشن ماشي فهو الأول حاجة بيقول لك إيه هي الـ probability إن الـ amplitude بتاع الـ input يبقى بره الرينج اللي هو من negative 4 لـ plus 4 ماشي الـ distribution كـ equation مفروض إنها أنتوا تعلموا عارفينها يعني إيه هي الـ probability انها تبقى بره الرينج نعمل إنتجريشن يعني بس هو في الأولى وبيقول لك إيه probability أن أنت تبقى برا الريجون اللي هي من نجد في أربعة لأربعة إحنا ممكن نقول إن الprobability دي هي واحد مينوس probability أن أنت ببرا الريجون دي هي واحد مينوس probability أن أنت جوه الريجون دي فإحنا كان عندها لو عندها pdf وعايزين نجيب probability كنا بنإنتجريت الريجون دي هو المسألة زي دي يعني الانتجريشن ده هو انتجريشن للمت فأنت ممكن تحسبه من على الكنفليتر عادي يعني كان أنا مش فترة بسراحة الرقم كان طالع كام بس ممكن تجربوها يعني بس هو حاجة كان في عشرة أستالي بأربعة يعتبر أو حاجة كده ما حسبت ممكن تش حسب الرقم يعني أو حسبت ونسيت أكتبه فبس جراء وتحسبوها تلاقوه رقم صغير فهو اللي كان عايز يقوله بس إن الprobability من الإنبوت بتاعك يبقى برا من نجد في أربعة لأربعة أولال جداً فكأن عندك الداتة كلها محطوطة من نجد في أربعة لأربعين هوا بعد كده بيقولك في بي بيزد على الكلام ده شو إن الأوبوت سيجنال تنويز ريشيو ممكن تبقى جبن بالإكويشن دي يعني الإكويشن اختلفت نتيجة إن السيجنال بتاعتك مش ساين أصلاً وبيقولك بروف كمان السيجنال تنويز ريشي دي جات مني فهنا هنروح للقانون الأصلي دلتا سكوير ماشي الباور بتاعت الإنبوت هو عبارة عن إيه؟ هو كان يديك إن الميو بتاعتها بزيرو هي كاتراندم سيجنال الميو بتاعتها بزيرو والفاريانس بتاعها بواحد فإحنا نقدر إن الباور كان عبارة عن دي سي دي سي دي سكوير فهو الميو هنا كان بزيرو فكأن الباور بتاعت السيجنال دي عندك بواحد ماشي والدلتا الدلتا كانت عبارة عن إيه؟ الدلتا كانت عبارة عن الاثنين في ماكسما من الفاليو بتاعت السيجنال اللي هي هنا كانت أربعة يعني إن أنت بيقولك إن الانبوت بقى بره الأربعة دي قليلة جداً فكأننا هنا يعني بزد على بارت وان نقدر نقول إن الماكسما بتاع السيجنال هو الأربعة بعد كده مقسومة على 2 2 power r لقى عدد الليبلز ماشي فكل اللي إحنا هنعمله إن احنا هنعوض بالvalues دي هنا يعني فدي كده اللي اتنشر هتطبعها بص فوق هو الأور وهذه هتحدث كده ستغطيك بص فضل ودي 2R فاذي هتلاقي إن أنت هتقدر تكلمني تلك 10 لوج 2 power 2R 20 لوج اللي هو 12 على 60 اللوج بنقدر ننزل الحاجة دي البرة فدي اللي هي 20 لوج 2 20 لوج 2 دي من الحاجات المعروفة ان هي بستة بوينت حاجة يعني بس الابروكسيميشن انا اخدها ستة ار الكلام ده طبعا الابروكسيميشن دي هي بالديبية عشان تنلوم والفاليو دي هتلاقي ان هي بتاوي negative 7.2 حاجة كأبروكسيميشن يعني اخدها 7.2 اللي هي الريليشن اللي هو كان عايز يثبتها هو ده نفس الفلو بالضبط ان احنا برضو بنتطلع الريليشن اللي انا قلت عليها الجنرال فوق للسينوسويدل هو اصلا برضو بعد كده بيقولك compare الريزلت اللي طلعت من بارت بي with the special case لو انت عندك الانبوت بتاعك فلو تسينوسويدل فاللي هو انت لو حافظ الريليشن هتكتبها على طول هي الريليشن بتاعت السينوسويدل هي بالضبط كان بتبقى 1.76 حاجة كده بس فيه ناس بتكتبها كده يعني 1.2 خلاص كأبروكسيميشن ويعني هما الاتنين بيتسبتوا بنفس الطريقة فهد بدي لسه مطلقوا بط فيهم او مش عارف بيتحسبو ازاي او كده هو انا حسبت البيت ازاي الباور او يعني كنون ده بالخطي نتعلم هي كتراندم سيجنال فالباور بتاعت الراندم سيجنال كان بتبقى عبارة عن DC بتاعها اللي هو المين سكوير بلوس AC بتاعها اللي هو عبارة عن جزء بس فهو كان النيو اصلا بزيرو وكان ميديك ان الباريانس بواه يعني ده قانون جنرال ولا ده حاجة او ده قانون جنرال للراندم تمام او ميشي او ميشي او ميشي كوانتايزر وفيه بعدين 7 bit binary انكودر او جيفن ان البيت بتاع بتاع السيستم بتاعك هو عبارة عن 50 ميجا بيت بر ساكن او اول حاجة بيقولك الماكسيمم ماسج باندويت اللي ممكن اللي ممكن السيستم ده ييقب مزبوط او ميشي هو ده احنا كنا كنا بنجيبه عن طريق ان احنا نشوف عدد السامبلز ونضربه في عدد البيتس بتاعت كل سامبل يعني او اللي هو عبارة عن عندك بس هو read يعني يعني هو البيت ريد ده عبارة عن عدد البيتس بير ساكند فاحنا ممكن نقول ان هو عبارة عن السامبلز عدد السامبلز بير ساكند مضربه في عدد البيتس بير سامبل يعني مفروض ان هدول اللي حكتين اكويبلت يعني فالسامبلز بير ساكند ده هو عبارة عن السامبلينج ريد اللي هو fs والبيتس بير سامبل ده هو عبارة عن عدد البيتس اللي انت هكتديه لكل سامبلز هو ده ورده قانون مفروض تبقى عارفين معي بس هو ده يعني كده معمول ازاي ماشي فهو بيقول لك ان البيت ريد بتاعك عبارة عن خمسين في عشر باور ستة بيت بير ساكن والر هو مديلك ان هي عبارة عن سبعة فكده سيقدر تجيب ال fs ال fs اللي انت شغال عليها السيستم ده فهتلاقي انها عبارة عن سبعة بوينت حاجة سبعة 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 ميجا هيرتز فكده بما ان السامبلينج ريت عبارة عن سبعة يعني عبارة عن الرقم ده فال f هي عبارة عن نص السامبل ريت لان نايكس لازم يبقى على الاقل ضع في الماكسيمم فكده كأن الماكسيمم فريكنسي اللي انت تقدر تدخلها كإنبوت يعني او الماكسيمم باندويتز بتاعت السيبنا الإنبوت بتاعتك عبارة عن ثلاثة بوينت خمسة سبعة ميجا هيرتز فدي كده الماكسيمم باندويتز بعد كده بيقولك الـ 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 لما يكون الـ 1 ميجا الـ 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 بتساوي 6R plus 1.76 أو 1.8 يعني الـ 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 وانا هارجع على 11 و 12 دول بعدين عشان هم متعبين في الرسم اليوم الاخر هو بيقولك ان عندك الامريكان ستاندرد كود الانفورميشن انترتينج يعني سيستم ما بيقولك انه عنده 128 كاركتر بايناري كودد فبيقولك لو بقى عندك كومبيوتر بيجنريت 100 ألف كاركتر لكل ساكند فعايز يحسب الحاجات اللي جاية دي اول حاجة number of bits او binary يعني digits اللي انت محتاجه عشان تقدر تريبريزنت الكاركتر صدور فهو في الاخر انت عندك 128 فنقدر نقول ان احنا هناخد لوجة 228 اللي هي مبارة عن 7 7 bits ماشي 7 بعد كده تاني حاجة عايز عدد ال bits per second علشان علشان تترانسومات الكمبيوتر output يعني فهو عايز bits per second هو بيقولك ان الكمبيوتر كل ساكند بيجنريت 100 ألف فكأنه ال bits ال bit rate يعني او كان bit per second هتضرب الاثنين في بعض فهو كأنه عنده بيجنريت 100K bit per second بس اخر حاجة بيقول ان هو عايز minimum bandwidth required علشان يترانسومات ال information بتاعته انا احنا قلنا ان فيه relation بتربط ما بين الباندويت وال bit rate ان الباندويت تصور على ال bit rate على الاثنين فكأن الباندويت اللي هو محتاجها 350 كيلو 350 كيلو 350 كيلو هرتسين كالدويت كيلو مرح من الباندويت لديك مرح 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 هنا بيقولك عندك cd بيخزن audio signal بيستخدم PCM تكنيك والسيجنال البندوت بتاعك عبارة عن 15 كيلو هيرتز فهو اول حاجة عايزة ايه ايه هو نايك ستريت اللي هو ضعف ضعف الFM اللي هي 30 كيلو هيرتز بعد كده بيقولك لو السامبل هيحصل لهم quantization 65536 level فهو عايز يعني انت عندك عدد levels دي وبعد كده هتحولهم كل level هتحوله لحاجة binary فعايز يشوف ايه هو عدد binary digits علشان نينكود السامبل دي فكأن انت عندك لو عايزين نعرف نريبريزنت كل واحد بحاجة يونيك ففي الاخر عدد البتس هي عبارة عن لوج الل ده to base 2 يعني فهتلاقي ان الvalue دي بتساوي 16 يعني محتاج كل level هتريبريزنته ب16 بيت او 16 بيت او 16 ديجت يعني بنشي بقى دي كده اه عايز اه نمبر البتس بير ساكند علشان تينكود الاوديو سيجنال دي فكل اللي احنا هنعمله اه اللي هو كده عايز البت ريت اللي احنا قلنا انه هو عبارة عن ال f s في ال r فاللي هي هتبقى 30 كيلو 16 فهتبقى بـ 480 كيلو كيلو بيت برسك ماشي اخر حاجة اه بيقولك عشان يعني for practical reasons a signal اه مش هنسامبلها بـ Nike straight بس هنعلي يعني هنعلي عن Nike straight فهنسامبل بـ 44 ألف يعني بدل الخمستاشر فهو عايز ايه؟ عايز number of bits بير ساكند ريكويرد عشان انكود سيجنال دي والمينيمم باندويتس عشان نترانسمت انكود سيجنال فهو بس كأنه بيقولك هات البت ريت لو احنا خلينا الفريقونسي ما نسامبلش بـ Nike ستنسامبل بحاجة اعلى يعني فهتدرب برضو الرقم ده في الستاشر فالبيت ريت هنا هيطلعك سبعمية وخمسة بوينت ستة كيلو بيت بير ساكند بعد كده اهو عايز ايه؟ اهو عايز اهو عايز هلا فالباندويتس باردو هتشوف يعني البيتريت ده وهتقسمه على اتنين يعني يعني مش عارقة باعت بقى تبقى ثلاثمية وخمسين وحاجة كيلو بيت هل هناك شخص من المشكلة؟ هنا يقول لك هم عايزين يعملوا ستب كده كأن فيه أجهزة الأجهزة الأجهزة لعشرة عيانين في المستشفى وعايزة الداتا دي تبقى بروسيس دياني كأن عندك عشرة يوزر دياني بايناري كودد السامبل دي بيقول لك أنها تبقى كوانتائز دو بايناري كودد وعايزين نستعدين تايم ديفيجن مولتيبليكسين ترانسمتد منتر زي السيجنال دي قصلا الفريكنسي يعني الماكسوم فريكنسي بتايتها 100 هرتز والماكسوم أكسبت بالأرر في أن أنت تعمل السامبل بتاعتك تبقى أكيرت بحيث أن الأرر يكون أقل من 0.25% من البيك سيجنال أمبريكو فهو بعد كده عايز إيه؟ هو بيقول لك أن السامبل السامبلينج ريت على الأقل يكون ضعف النيكسوم ونقل بحيث فكده هو بيقول لك أن الف إست على الأقل تكون 2 من نايكسوم اللي هي 2 ونيكسوم أصلا 2 في 100 اللي هو يعني كان السامبلينج فريكنسي بتاعتك هي 400 هرتز عايز إيه؟ عايز المينيموم قبل كيبل باندويتس علشان تترانسمت الداتا دي ماشي هو يعني هو في الأول كان بيقول إن إحنا كده الـ Frequency بتاعت السامبلينج بتاعت اليوزر بربعميت هرتز فكل واحد على ربعمية باخد سامبل من يوزر معين بعد كده هو كان عايز يستخدم Time Division Multiplexing فكأن الوقت ده مش هيبقى كله على يوزر واحد لا إحنا كل كل عشر الوقت ده هناخد يوزر غير التانية ماشي ماشي فكده إنت كده عايزين نعرف إحنا في الأخرة عايزين نعرف البندويتس فعايزين نجيب البتريت عشان نجيب منه البندويتس فاحنا عايزين نعرف في الأول عندنا كام سامبل برساكند وبعد كده عايزين نعرف كده عايزين نجيب برساكند في كام بيت علشان نعرف نجيب البتريت فكده بيقولك إن أنت بتاخد كل واحد على ربعمية ساكند عشرة سامبلز مثلا فكده عدد السامبلز عدد السامبلز يعني الوقت هنا هتبقى واحد على واحد على أربع تلاف فكأن عدد السامبلز بتوعك هم عبارة عن أربع تلاف سامبل مير ساكند ماشي بعد كده بقى عشان نجيب العدد البتس هو بيقولك إن انت مش عايز الارور يزيد عن 0.25% ماشي فالارور ده كأن الدلتا فونكشن بتاعتنا أو يعني لو عندنا سيجنال كده عايزين الارور يبقى أقل من ربع فالارور أصلا كأنه لمتت بال بال بالستاب بتاعتنا فهنا هنقول إن البوينت أربع في المية دي بالمية دا أو والبوينت كذلك أو بحيث الأقل من بوينت ربع في المية هما ربعمائة ليفل ماشي فعدد البتس هناخد لوج الربعمائة للمتين هتلاقي إن هي تمانية بوينت حاجة فهنأبروكسيميت للأعلى عشان الأرور يقل لأكتر فكأن إحنا محتاجين على الأقل لتسعة يعني ننقود في تسعة عشان نقل للأرور ماشي فهنا كده عندنا عدد السامبلز برساكن وعندنا البتس فكده البت ريت هنضربهم في بعض وهي هتطلع ستة وتلاتين كيلو بيت برساكن والبندويتس قلنا إن هي عبارة عن البت ريت هنضربت على الاتنين فكده البندويتس بتاعتنا 18 كيلو هرنس عنده مشكلة في المسألة دي طيب ميشي هو هنا بيقولك إن أنت عندك ميشي استيجنال تو نويز ريشيو عايزينها على الأقل تبقى 47 دي بي فقيل بيتمات أعزد لك من الميشي وبيقولك شوف اللي انت هتحصل عليها لما تستخدم المنمم L ماشي فهو في الاخر يعني اعيل لك ان الانبوت سينوسويدل فانت تقدر تستخدم اللي هي اللي هي بتقول ان عوارة عن 6R plus 1.1 1.8 الكلام ده بيساوي 47ZB ماشي فمن الانبوت سينوسويدل دق سيني سوري سوري انا كنت عاصل قبل ما اجيبها وصل ماشي هو فهو كان عايز المنمم سوري 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 انا استخدم القانون القصلي اللي هو الباور بتاع السيجنل اللي حطها بنص بواحد على اتناشر وكده اتنين في الايه ماكسمم اللي هي بواحد وده عدد الليفلز يعني اللي هو كان 2 power or اللي هو عدد الليفلز دي عايزة تبقى 47ZB فهو انت كل حاجة جيفن عندك مع عدد L فهو اللي هنا بالضبط هتساوي 182.7 دي عدد المنمم الليفلز اللي انت ممكن تجيب بيها السيجنل تونيز ريشو دي طيب المشكلة ان احنا هنا دايما بنبقى بناخد عدد الليفلز عبارة عن 2 power حاجة فده يعني ده المنمم فاحنا عن approximate لأقرب حاجة ممكن تبقى 2 power N يعني فكده L بتاعتنا بدلا ما هناخدها بالvalue دي هتبقى 256 اللي هي أقرب حاجة 2 power N ماشي فهو بعد كده عايز بقى السيجنل تونيز ريشو اللي انت فعلا هتعرف تجيبها يعني فالL 256 دي هنشوفها عبارة عن كام بت اللي هي هتناقي انها هي الر عبارة عن 8 فانت محتاج على الأقل 8 bits فالسيجنل تونيز ريشو الحقيقية اللي انت هتجيبها هتقدر التمانية وستة وتجمع فانت بدلا ما تبتله 47 دي بي جبنا 49.925 تقريبا دي بي اه اه في حد تلغبط اه بشماندس احنا ليه ما اخدناش ال L 128 اما النوبل والمدرم يعني لا هو اقل عدد عشان تجيب السيجنل تونيز ريشو ده هو 182 فانت لو لو اخدت 128 انت هتخلي السيجنل تونيز ريشو اسوأ لان انت اخدت ليبلز اقل من اللي انت عايزها اصلا يعني اقل حاجة السيجنل تمام 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 رقم 17 هو كان عايز الابد سيجنل تونيز ريشو اه او يعني اصوري هو جبن السيجنل تونيز ريشو عشرة بيت او عشرة بيقولك لو انت عندك عشرة بيت ده بيجبلك 30 دي بي سيجنل تونيز ريشو وبيقول انه هو عايز عايز يخلي السيجنل تونيز ريشو بتاعته تبقى 42 دي بي اه يعني عايز يساود السيجنل تونيز ريشو يعني الـ 42 ف ايه اه فهو بعد كده طالب ايه عايز الفراكشنال انكريز في الترانسميشن باندويتس كأن انت محتاج اكسترا 2 بيتس بس فكده عشان تجيب اللي هي 42 السيجنل تونيز ريشو عشان انت تبقى 42 دي بي انت محتاج تبقى 12 بيتس بدل 10 اه هو بقى عايز يقولك ايه الفراكشنال انكريز في الترانسميشن باندويتس عشان تستوعب الاندويتس علشان تستوعب الاندويتس في عدد البيتس اه اه هنلاقي انه هو الاندويتس هو عبارة عن اندويتس البيتس اللي هي زادت بقى 12 ماينس العشرة عشرة اللي هي هتابع 20% لان انا اجيب البيتس لان انا في الاخر البيتس دي بتتترجم للبيتريت والبيتريت بيتتترجم للباندويتس يعني فهي هتلاقي ان 20% بتتنقل من يعني الريشيو الزيادة في البيتس هتلاقيها مبدل للريشيو الزيادة في الباندويتس بس يعني فهنا كده محتاجين ان نزود بباندو 20% تمام كده او لا ايه وانا كان يفع حلها عادي صحة يعني ايه حلها زي الطريقة اللي قابليها ومشي خطوات طفل دي زي بقى نومت على السنار زي واحد بوينت هو او يعني انت ممكن مثلا هو هو حتى لو انا مستخدمتش اللي هي سيجنال كجينرال رول دي برضو لو رحت قلت ان الباور في واحد مثلا هي نفس الباور في اتنين واستخدمت الاكويشنز القصية هتوصل لنفس الحاجة عادي ايش 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 سيجنال ايش زيرو بزيرو بزيرو وبعد كده عند النص عند النص والنص واحد ونص ونص عند النص بتطلع هتبقى واحد وبعد كده ايش ايش اثنين وعند الاثنين ونص هتبقى بتلاتة وهنا وهنا العكس سالب واحد والسالب دنين والسالب الثلاث لدي كده ممفروض ان هي بتاعتنا ايش 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 احنا بقى عايزين ايه هو بيقولك ان الانبوت اللي بدها اكسرين وصيدن وعايزين نشوف لو دخلناها على كونتريزر ده يحصل ايه الراس ما اعزبه ايش 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 احنا عشان نباب يعني بنرسم الانبوت وده الانبوت سيجنال وبنحاول نرسم منها الانبوت يعني انا هحاول على قد ما اقدر ارسمها يعني اه هو مفروض ان انت طول ما الليفل بتاعك اقل من النص انت بزيرو فكأن الفترة دي في التايم هتبقى مبدل زيرو وبعد كده طول ما انت اقل من من واحد ونص انت هتبقى كونتايزد كأن الفترة دي من التايم ممكن تبقى كده مثلا هتبقى بواحد وبعد كده طول ما انت اقل من اثنين ونص ومفروض ان الحتة دي هتبقى مبدل لليفل اثنين اه وبعد كده طول ما انت اقل من ثلاثة ونص هو المكسما بتاعك كان ثلاثة وربع فانت هتبقى بثلاثة فكأن الحتة دي هتبقى مبدل الحتة دي اه بعد كده هناخد الحتة اللي بعديها هنلاقيها ان هي هنا فكده هننزل تاني اه ماشي بعد كده هنبقى في الريجون اللي هي دي فهننزل كمان واحد هنبقى يعني الريجون دي مبدل واحد الريجون دي مثلا في الطايم مفروض ان انت تحاول بقى تشوف الطايم ده قد ايه وترسمه برضو هنا وبعد كده الحتة دي انت اقل من النص والحد الحتة كمان اللي هي اللي هي الحتة اللي ما بين نص وما بين نيجاتيف نص انت بتبقى زيرو في الاوت بعد كده ما بين نيجاتيف نص وواحد وسالب واحد ونص احنا بنبقى سالب واحد هي هتلاقي في النص سايكل التاني ده هو نفس الشكل يعني اللي اترسم بس ما قالوه مش اكتر انا مش انتوا كده عرفتوا المابنج بيحصل ازاي ولا لا هي طبعا انا بالنسبة لي قصلا الرسمة بتاعها سخيفة يعني شوية اتمنى تكونوا فهمتوا اللي حصل اتمنى تمام ولا ايه هو الانبوت انا بامشي كل نص يعني نص وبعد كده واحد ونص وبعد كده اتمنى ونص على الساس ان انا اكاور الانبليتود اللي هو هو اصلا هنا كده في المسألة هو ايه لك اه هو ايه لك ايه اه يعني هو الميت تريد ده الشكل بتاعه بيبقى زيرو وبيطلع عند نص الفاليو يبدأ يريز يعني فده شكل الميت تريد المعروف هو بيديلك الاوبوت المناظر ليه انا شكرا احنا كان عندنا تو كوانتايزرز اللي هو الميت تريد ومفروض الميت رايز برضو ده البورت بي مش عارفة مش عارفة محتاجة ارسم لكم اللي هي بتاعة بورت بي كمان ولا هي هتبقى نفس الفكرة بس انت هترسم الانبوط الجديدة بتاعتك يعني اللي هي انا بس الرسم بصراحة هنا بس خيف قويا الترانسفر فونكشن بتاعت الميت رايز كانت عند الزيرو تبقى بتطلع وعند الواحد وعند الاثنين وهكذا والفاليو دي كانت بتبقى نص وبعد كده عند الواحد هتطلع هتبقى واحد ونص وعند الاثنين هتبقى اتنين ونص وهكذا دي نيجاتف نص نيجاتف واحد ونص نيجاتف اتنين ونص يعني هو بس كل اللي هتغيره هتغير الترانسفر فونكشن ما بين الانبوط والاوبوت وتعمل نفس حربة ان احنا هنشوف الوقت ده في التايم محصول ما بين حتة قد ايف التايم حتة قد ايف التايم بتمثل ليفل كام يعني هتغير الترانسفير فونكشن هنا عصلا كاب بزيرو هنعمل نفس الكلام اللي عملناه الانبوط او الترانسفير فونكشن والانبوط سيجنال هتغير هه تغير الترانسف وكده في وضع الآخر مسألة هو هنا بيقولك ان انت عندك سيجنال عبارة عن سينوسويدل ستة سين تو فاي تي هيحصلها الترانسمايشن عن طريق اربعة بيت بايناري ساستم الكوانتيزر اللي انت هتستخدمه هو عبارة عن الميد رايز تايب اللي ستيب بتاعته هي عبارة عن واحد فولت فهو عايز يعرف البالس كودد ويف دي بقى شكت لها عامل ازاي الكمبلت سايكل من الانبوت وبيقولك افترض ان ان السامبلينج ريت بتاع الفور سامبلز يعني بيقولك السيجنال السيجنال دي افترض ان السيجنال دي احنا بناخد سامبلز عن دي تي تتسوي الوضع وبعد كده لما يعني مثلا إيه هو مديكي الإكوشن بتاع الصين ويبيقول لك تعالى عند تي ها هي ماشي ها هنكتردنا دي زيله بس عشان نسمتها بيقول لك عند واحد على تي واحد على تي هناخد سامبل عند نجلة في واحد على تي هناخد سامبل وهكذا وكلما هناخد سامبل السامبل دي هندخلها على الكوانتايزر اللي هو فور بت بايناري كوانتايزر والأوبوت بتاع الكوانتايزر ده يبقى المفروض ان هو هيبقى عبارة عن أربع بتس لكل سامبل فهو بيقول لك ارسمهم بقى فالأول حاجة هو الكوانتايزر ده قال ان هو نوع ميد رايز الطيب الميد رايز قلنا ان هو بيبقى عند الواحد بيطلع على نص سوريا عند الواحد المص فهو في الاخر بيقول لك ان هو عبارة آآآآآ فور بت ده يعني احنا احنا عندنا كام لفل عندنا ستاشر لفل فكأن عندنا عند يعني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ونفس الكلام من تحت فالليفلز دي كأنها هتبقى باينري دي كده كله صفار والماكسما بتاعك اللي هو هيبقى كله وحايا تمام ماشي بعد كده بقى عايزين نعمل ايه عايزين نباب الانبوت ده يعني السامبل اللي هي متاخده من السيجنال دي نبابها لكل ديجيت يعني قصدي ماب دي يعني بالقونتايزر دي فمن الاخر هو كان ديقولك ان انت هتاخد عند تايم سالب واحدة على تمانية او يعني سالب خمسة على تمانية وسالب ثلاثة على تمانية وسالب واحدة على تمانية واحدة على تمانية ثلاثة على ثمانية ثلاثة على ثمانية أو خمسة على ثمانية فكل اللي هتعمله إن أنت هتأخذ التي ده هتعوض بيه جوة السيجنال اللي هو من دي هالك وهتشوف الـ value اللي هتطلع منها كده الـ amplitude بتاعك بكام يعني مثلا سلب ثلاثة على ثمانية دي هتلاقي إن هي بسالب ثلاثة على روت 2 وبعد كده سالب 1 على ثمانية هتلاقي إن هي برضو بسالب ثلاثة على روت 2 دي ثلاثة على روت 2 وهكذا يعني ها أحسن بس بالـ values فمسلا هنأخذ إن هي ثلاثة على روت 2 دي كـ value كأن أنت عندك 2.12 1 فأنت هتشوف الـ input ده فأني level يعني يعني ده كده ده level واحد يعني ده كده أنت واحد وده كده أنت 2 وده 3 فأنت برسة هتشوف الـ value بتاعت الـ input دي هي هنا مثلا هنشوف الـ level ده هو encoded لإيه هتمشي بقى بالـ binary waiting اللي هو ده هيبقى ثلاثة صفار واحد وهكذا يعني هتشوف هتكتب الـ levels بتاعتك كلها وهتحسب يعني هتشوف الـ input في أنه level وتتديله الكود المواظف بتاعه يعني دي زير واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسبة عشرة يعني مثلا لو دي عشرة فكأن الكود بتاعي هيبقى هنا يعني اللي هو الـ binary الكود بتاع العشرة يعني وهكذا نخص بس أن الأرقام 2-5 2-5 هذا دوني هي سوري هي دي تلاتة في في مش علا ثلاثة روت 2 دي ده هي أربعة بوينت 2-5 ما ليش أنا أطلق بالطناب أربعة بوينت 2-4 دي فانت بدل يعني ده كان level 10 فإحنا كده بقينا ما بين أربعة وخمسة فدي كدت عشرة 11-12 فكأن الـ value اللي هي تلاتة روت 2 دي هتبقى إحنا قلنا اتناشر اتناشر دي دي بتتكتب كده بس عوض بقى بكل level يعني دي هتبقى negative 3 روت 2 برضو دي اللي هي هتبقى negative 4.2 فده كده ده كده سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5 فكأن احنا في الـ level ده اللي هو 0-1-2-3 فاللي هي اللي بالنجاتف دي هتبقى مابد 0-0-1-1 اللي هي 3 فكل اللي انت هتعمله هتشوف هتشوف كل time t يعني سالب 5 على 8 دي هتعوض بيه هتشوف دي كام ك-input وتروح تشوف الـ input ده مابد الـ level والـ level ده الـ binary coding بتاعه عامل ازاي فهتطلع الـ bits اللي انت يعني السامبل دي represented بيها بعد كده لو بيقولك مثلا block يعني مثلا ايه احنا بس عشان حسبنا اللي هي من سالب من سالب 3 لـ 8 وحسبنا او هي سالب 3 لـ 8 وبرضو سالب 1 على 8 هم نفس الحاجة يعني وبعد كده 1 على 8 وبعد كده 3 على 8 فهو في الاخر سالب 3 على 8 ده الـ code اللي كانت عبارة عن 0-0 0-0 1-1 واللي بعديه نفس الكلام 0-0 1-1 وبعد كده هتلاقي الـ level اللي بعديه بقى العكس 1-1 0-0 وهكزا نكمل بقى الـ points يعني دي حد عنده مشكلة في المسألة دي يا اخي الرسمة دي انا برسم ايه مع ايه بزرحة هو انت دلوقتي كان طالب منك ان انت هتعمل سامبلينج لستيجنال بتاعتك عند الـ time z وتشوف الـ quantization بتاعها فهنطلع عند كل time عن طريق الـ quantizer ده الـ points يعني بالتشوف الـ What's the number of points وهي حاجة زي كده فبعد كده هو بيقولك بس ترسم الـ points اللي طلع دي فهو عند تايم نيجاتيف الثلاثة التمانية دي كان طالع لك الأول 0011 فهو كأنهم الزيرو بريبريزنته بزيرو بعد كده عندك بيتب زيرو بيتب زيرو بيتب واحد بيتب واحد بس كده مش أكتر ايه نعم شكرا مش مهندسة 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 على الرسمة دي على الواي اكسز تنحطين نص واحد ونص دقيقة هو ده يعني بتاعت الكوانتايزر بيبقى الميتريت الكوانتايزر بيبقى كده بس هو في الآخر انت يعني بس انا في الآخر حولناهم بايناري يعني هو في الآخر هو كان طالب البياناري بتاعهم فهو احنا مهتمين بالزيرو هات انا بس ده كان لو هعمل الواي اكسز ده تبتدي من تحت خالص من النيجاتف واي اكسز وابتدي اكتب واحد اتنين تلاتة اربعة بيتكفي اقل ليفل اللي هو زيرو هات الزيرو هات ده ما بالنيجاتف سبعة ونصف ايه التاني كده يعني يعني اللي هو نيجاتف سبعة ونصف ده بالنسبالك هو اقل حاجة تمام هو اللي هو كله زيريهات هو اصلا يعني مش فارق معاه اللي هي واحد ونص ونص والحاجات دي هو كان عايز الكود هو بس الكود بنمشي من كل ليفل من اديله الكود بتاعه بنمشي من اقل واحد كل صفار لحد انه نصله اخر واحد كل واحد في الاول يعني لما شفت النص وكده فقلت ده هات نص وحاول النص ده هات بايناري وهحاول واحد ونص بايناري لا هو في الاخر عدد الليفلز بنشوف يعني هما كم ليفل وكل ليفل بيزد عليها بيبقى مترجم يعني هو انت هنا اصلا اربع بيت بايناري اربع بيت بايناري دي معناه ان انت عندك 16 ليفل وكل ليفل ليه يونيك ليونيك البايناري ديجتس بتاعته فهو اللي هي عبارة عن اربعة صفار اللي حاجة واربع وحيد اللي على حاجة طيب انا لو عندي الفاليو خرجت يعني مثلا انا هنا الاربع يعني فوق مثلا انا عندي ثمانية ليفل في الفوست فدول مثلا بيقابلوا على مثلا لحد عشر فانا لو عندي الفاليو بتاعت يعني بتاعت الصين عدة العشرة ديت انا هامل ايه ولا مش ينفع لأ هو ممكن يحصل كده بس كده بتساتيوريت يعني انت لقيت الرقم اكبر بكتير فانت اصلا الكوانتايزر اعلى حاجة ممكن يسابورتها يعني اللي اربع وحيد فهتفضل اللي اربع وحيد تمام طب سؤال تاني ماليش احنا عملنا الريبريزنتيشن كده بتاعت زيرو والوان ده على اساس ايه هو بصة هو ما كانش طالب اصلا يعني التكنيك معين فانا بس عملته اللي هو ده كده يعتبر اليوني بولر نان ريكيرن تو زيرو هو ما كانش طالب حاجة فانا عملت اي حاجة يعني عايدي اعمل اي حاجة برحتي يعني زيرو هنا كان ربريزنتيب زيرو ليفل عندي اللي هو ابسط حاجة والوان ربريزنتيب وان عادي تمام شكرا اه في حد تاني عندهم مشاكل في اي حاجة هو انا كان عندي سؤال حاجة في المحاضرة ام كان في حاجة اسمها دفرينشال كود ايش دفرينشال كود ده يعني بحطه بعد يعني وبي زي بيشفال لي الداتا مثلا ولا ده حاجة دفرينشال كود ده هو هو الى حد ما يعتبر تكنيك تكنيك الانكريبشن بس يعني 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 هو في الاخر لو انت عندك البيتس بتاعتك حاجة عاملة زي كده فانت دي الداتا اللي تعرف بتبعتها على طول الدفرينشال بقى هو بيقولك ان انت بدل ما تبعت الداتا الحقيقية بتاعتك لا ابعت حاجة خادعة شوية يعني فبيقولك حط ريفرنس بت عندك والرفرنس بت دي هتقارنها ممكن تبقى one أو zero لو هتتعمل لها هتقارنها بال بال بالبالبت الأصلية اللي عندك في الداتا فلو هم الاثنين زي بعض هي دي كانت ايه 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 لو الاثنين كانوا زي بعض بنخلي البيت بواحد وبعد كده تشوف البيت اللي طلعها دي تقارنها بال بالداتا القصلية بتاعتك ايه 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 بقيت التكنيك يعني لو احنا مشينا على تكنيك ان اللي هم لو اللي زي بعض يعني لو البيت اللي هي الرفرنس دي ريفرنس بت بالداتا اللي انت كنت طبعتها زي بعض بنبقى بواحد ولو عكس بعض بيبقى zero هي ممكن تكون معكوسها بالمحاضرة انا مش فاكرة بس يعني ده الكنست يعني فانت بعد كده اللي طلعت لك دي هتقارنها برضو بالداتا الأصلية بتاعتك هتلاقي ان انت كنت مفروض تبعت zero بس بس علشان التكنيك اللي احنا مستخدمينه ده هنقارن فواحد وزيرو دول عكس بعض فهي هتبعتها zero بعد كده هتقارن اللي انت مفروض تبعتها الجديدة بالاخر حاجة بعتها فواحد وزيرو دول برضو عكس بعض فهتبعت zero ودي مثلا لو كانت zero وادا الواحد فهتقارن اللي انت كنت تبعتها بالله هتبعتها فهتلاقيهم بعض فهتلاقي ان انت محتاج لتبعت واحد انت بدل ما بعت الداتا الأصلية بعت داتا كأنها متشفارة بترجع تكس ان انت عملته عند الريسيفر فتلاقي ان انت عرفت ترجع الداتا الأصلية طيب هو في الدلتا موديوليشن برضو هو بيبقى انكريبشن ولا هو أساساً بيبقى هو الكوانتايزر ذات نفسه لا هو الدلتا موديوليشن ده 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 تكنيك أسطاً انت بتشوف في السيجنال بتاعتك كل وقته معين على حسب السمبلين جريت اللي انت شايفه هتقول ان الداتا بتاعتك زادت ده معناه ان انت هنا بقى عندك بلوس للسيجنال فكأن انت بتبقى فارض مثلا كأن هنقول ان دي zero بعد كده هنلاقي ان السيجنال بتزيد فكأننا بنبعت اللي هو حاجة تعبر عن الزيادة اللي هو الواحد بعد كده هنقارن بعد نفس الوقت من الوقت هنشوف السيجنال حسندائي هنلاقيها زادت تاني فهنبعت واحد كلما الداتا بتزيد بنبعت واحد لما بنلاقيها بتقل بنبعت zero فهو هناك لما هتجي يعني الواحد دي بتنظر دلتا معينة step for voltage فهو من المعلومات بتاعت السيجنال دي يقدر يبلدها هو يقول انه هو في الاول كان برضو بدء من zero جاله واحد ده معناه ان هو هيزود السيجنال بدلتا معينة فهو كان zero مسلا هيزودها بدلتا معينة جاله واحد كمان هيزود تاني جاله واحد كمان هيزود تاني بعد كده مثلا لقابي يقل فمن الشكل ده يعني نتيجة نواب يفولو الزيادة والمقصان ده هتلاقي ان هو بيجريه كونستركت سيجنال بس هي بدل ما كانت ساين كده smooth بقت كأنها staircase فكل اللي بيعملو بيرجع يفلتر كأن الfeelteration ده كأنك بكتين الfrequency العالية فكأنك هترجع الساين الاصلية بتاعتك لحد ما بس فده تكنيك أصلا يعني زيه زي البالس كود موديلشن اوه ده تكنيك البالس كود بيعمل تكنيك ده تكنيك مختلف ده كونسكتب تاوله وبعدين في الاخر بحط بعضه لين انكودر علشان يبعت الباتا بالطريقة زي الريترنت وزيره وكلام اللي هو انت لين انكودر اللي هو في كذا تكنيك ان انت ايه هي الطريقة اللي هتربريزنت بيها الواحد يعني سواء الواحد والاصفار دي طلعت من دلتا موديلشن او من بص كود موديلشن فانت في الاخر طلع لك شوية بيتس هاتبعتهم بقى زي ما انت عايز اما تستخدم اللي هو اليوني بولر نون ريترنتو زيرو يعني باي بولر كل واحد فيهم كان ليه كان ليه ميزة عن التاني سواء كباور او باندوتس او حاجات كده بس انت وما دخلتوا الشيء التفاصيل بتاعتها تمام شوفيا مش ماندس او انا كان لو عندي سؤال مثلا بعدك ممكن اعطي حضرتك على تيمزة علشان اللي بحنات وكده تمام شوفيا مش ماندسة ماندسشي سؤال في الدلتا داوت هو ازاي دايما تزيادة بتبقى بواحد يعني ربزاود واحد ممكن يعني مرة تزيد value صغيرة ومرة تزيد value اكبر عشان كده يعني عشان كده لو تفكر في المحاضرة كان فيه نوعين من اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو بالاخر انت فعلا لو مخترتش اللي ستاب دي بطريقة معينة انت ممكن تلاقي ان بتاعك مش مش كويس يعني يعني بدل ما الساين هتطلع على نفس الامبيتود لو انت اخترت سيجنة يعني ستاب قليلة هتلاقي ان الساين مثلا بقت اصغر من من الامبيتود بتاعك اللي انت كنت اصلا بعته ما تيجي ان انت اخترت ستيب غير منازلة فده ممكن يعمل لك error وبرضو لو اخترت ستيب كبيرة والداتا بتاعتك ما تتحرك بحاجات عنيفة كأنك عندك حاجة عملت شفت لان هي مفيش variation اصلا بس عملت تعمل دلتا نتيجة ستيب بتاعتك كبيرة وفي الاخر دلتا موديليتور ده فيه بيتبقى حاجات advanced عنه ان هو يخلي الستيب دي انت في الاخر انت بقتش عارف انت تختارها قليل ولا سوق يعني كبيرة ولا صغيرة وممكن اصلا سيجنال تبقى كبيرة في وقت ما وتصغر في وقت تاني طب تبقى فيه adaptive techniques يعني عشان يأدبت دلتا بتاعت الستيب يعني بس ده برضو مش عليك تمام بشنوندسة لو حد عايز يشوف ورقة المتر يعمل ايه هو انا بس انا مش عارفة يعني لو كل الناس اللي بعتت ان عندها مشاكل كده خلاص لان انا ما كنتش عارفة يعني اصلي انتم 180 تقريبا واحد فالورقة كتير شوية انا بس عايز اعرف لو الناس كلها اللي عندها مشاكل اللي بعتتلي والعدد دلوقتي مش كبير قوي فانا ممكن ابدأ ادور لكل واحد على ورقته واصورها بس لو العدد زاد عندك كده يعني هقول لكم يعني هنزل يوم بالورق وتنزل وتشوفوه ولا انتم اصلا في العموم عايزين تشوفوا ورقكم يعني لا انا بس عايز اتأكد من حاجة لان يعني عايز اشوف حاجة في الورقة مش في العموم يعني طب يعني انا بس يعني انا معرفش اقوله المندوب بقى او حاجة ان كل الناس اللي عندها مشاكل تبعتلي على تيمز او انا مش يعني معملتش تيني اعتبر لحد تقريبا عشان كنت عايزة بس اعرف هل العدد كبير ولا لأ عشان لو مش كبير هصور مسلا لكل واحد ورقته بس لو كبير مش هقدر اعمل كده هيبقى لو تزيادة علي يعني فهيبقى الاحسن ان انا انزلها يعني كل واحد يشوف ورقته فينه ويدور عليها وكده واحنا جيكا نزل اليوم الحد يعني عندنا كويس في الكلية يعني ماشي هيبقى ماشي طب يعني خلوا المندوب يشوف اخر قرار هتكرروا وبلغوني وانا يعني هشوفها عارفة انزل او كده تمام ها في اشتركوا في القناة